ايهو الخلل الهرموني او ما هو الاضطراب الهرموني اللي ممكن يحصل للسيدات؟ هل ده حاجة اوتوماتيك بتحصل لكل السيدات علشان بصورة دورية يعني شهرية؟ ولا ممكن يكون عادي ما بيحصل لهاش يعني اضطرابات في الهرمونات؟ طيب عشان نفهم القصة دي لازم نقسمها نصين في نص بيحصل بشكل دوري اللي هو بيحصل لكل السيدات نتيجة السايكل اللي بتحصل كل شهر مع الدورة الشهرية لازم يحصل وده ما بيبقاش اسمه خلل ده سايكل فيسيولوجي طبيعي بيحصل فيه حاجات بتعلى شوية وتنزل شوية فبتعمل تأثيرات خفيفة وفيه شكل تاني اللي هو المرضي خلل الهرمونات المرضي بقى وعشان نفهم المرضي ده هو قصة كبيرة بس احنا هنبسطها شوية نفهم الاول يعني ايه كلمة هرمون؟ هرمون ده عبارة عن مادة كيميائية بتطلع من الغدد اسمها الغدد الصماء موجودة في اماكن معينة من الجسم هنقولهم وتبدأ تنتشر في الدم وتروح لأعضاء معينة تعمل وظيفة لو عليت او نقصة الوظيفة دي طبعا هتتأثر فبالتالي انا لازم افهم الاماكن بتاعتها انا كدكتور يمكن المريض مش هيبقى فارق معاه شوية الاماكن بتاعتها لكن هيفرق معاه في حتة بس ان انا لما بطلب تحاليل الناس بتستغرب انتو ليه طلبين التحاليل دي كلها لان انا عندي مصدر من اول الغدد النخمية اللي هي بتبقى موجودة في المخ وبعدين الغدد الدرقية وبعدين الغدد القذرية اللي هي بتبقى موجودة فوق الكلة وبعدين المبايد وكل دول سايكل دي بتأثر في الآخر على هرمون اسمه هرمون الأندرجن أو اللي هو هرمون الزكورة معروف للناس تستستيرون والديهايدرو تستستيرون ودول بدورهم بقى هيعملوا وظيف كتير جدا على الشعر هرمون الزكورة هل تتكلمين للرجال ولا في الرجال والسيدات؟ هو هرمون الزكورة موجود عند الرجال وعند السيدات بس بنسبة أكبر في الرجال وليه وظيفة أكبر وفي السيدات موجود بنسبة أصغر وبيأثر برضو على الشعر في الرجال وفي السيدات وكمان بيأثر على تغييرات في كتلة العضلية في الصوت في حجم السادي فبالتالي لما بيحصل خلل بيأثر على كل دون بس ده ملوش علاقة بقى بالدورة الشهرية لا خالص فده بيتعملوا تحليلات في الغدد اللي حضرتك زكارتيها عشان نتعرف على نسبته طبعا قليلة مضرة وزيادة مضرة ذكرا لقصة الدورة الشهرية الناس اللي عندهم خلل في قصة الهرمونات بالتبعية هيحصل لهم خلل في الدورة الشهرية بس هرمونات مختلفة بقى اولا هي نفس الهرمونات هي نفس الهرمونات بس انا في الآخر السايكل دي لو ماشية مصبوط هيبقى العادي بتاعنا اللي هو الدورة الشهرية بتنزل في معادها اه ما عنديش مشكلة ممكن حباية تطلع قبل البيليون شوية لخبطة في الموت حاجات بسيطة لكن لو الخلل ده عالي هيحصل لخبطة في الدورة الشهرية نفسها هيحصل لخبطة في وزن الجسم هيحصل مشاكل حب شباب كمان تأخر الانجاب لانه حصل لخبطة في الدورة الشهرية فهتبدأ تشتيكي بين كذا حاجة احنا في الطب بنسميها سندروم سندروم يعني اجتماع كذا مرض وعرض مع بعض فدي معنى كلمة الخلل يعني انا اعرف ازاي انا عندي مشكلة او خلل ولا لا اولا الدورة الشهرية احنا متكلم للسيدات بس ولا السيدات والرجال كبيرا لا دلوقتي احنا متكلم سيدات بقى خلص سيدات اوكي اوكي في الرجال بيأثر على حاجة واحدة بس اللي هي الشعر الصلع الوراسي ومش هيبقى فيه سبب انه زيادة في هرمون الزكورة لا هيبقى لخبطة كده في ريسبتور مستقبل فما اللخبطش الناس بياحنا دلوقتي بنتكلم هنتكلم على السيدات فالسيدات هتلاحظ شوية حاجات على البشرة والشعر ناخدهم من الشعر الاول هيبدأ يحصل لها تساقط شعر هرموني ويبدأ يخف الشعر من قدام ممكن تلاحظ كمان حب شباف في وشها او زيادة في شعر الوش بطليقة ملحوظة مش طبيعية ممكن يحصل تغيير في حجم العضلات يعني بدأت تبقى نسميها بالطب كده مسكولاين يعني رجالي شوية العضلات عردت شوية صوتها بقى عريض شوية حجم السادي صغر حصل لها الخبطة في البيوت بدأت تبدأ تحس بوزنها زايد ممكن تحس كمان انه فيه تأخير في الحمل بعد الجواز كل دي علامات تقول لها انه فيه مشكلة احيانا كمان تلاحظ تسبغات في البشرة جفاف في البشرة تسبغات في الرقبة مرض معين اسمه اكنسوسيز فهي لازم هتشوف اكتر من حاجة من دول وإحنا دايما لما بتدخل العيادة بنشك فيها يعني لو فيه حبوب مع تساقط شعر مع وزن مليان بنبدأ نسألها على التاريخ المرضي طب فيه لخبطة في البيوت طيب انت الحمل اتأخر ولا لأ لما بنلاقي المعطيات دي كلها بنبدأ نشك في الخلل الهرموني ونبدأ نطلب تحليل على اساسه طب يعني حل ممكن نفصل لما يبقى الهرمون اقل ايه اللي بيحصل وём يبقى اعلى ايه اللي بيحصل ولا هي نفس الاعراض في كل احوال لا لا مش نفس الاعراض طبعا انا دلوقتي بتكلم على زيادة في الهرمون زيادة الهرمون الزكوري هرمون الزكوري لكن النقص ده هيبقى على مستوية تانية وهيبقى لي امراض تانية كتير مش هتبقى بالشعر طب في حضرتك زكارتي ده الهرمون الزكوري طب فيه زيادة في الهرمون النسائي او نقص في الهرمون النسائي بيعمل اعراض اخرى ولا هي نفس الاعراض؟ طبعا لان وبرده في الاخر هيأثروا بنفس الشكل لكن فيه امراض تانية مثلا زي اورام في المبايد ممكن تزود هرمون الاستروجن فيبدأ برضو الخلل ده يعمل لي مشاكل ونفس الحاجات بس في الاغلب احنا كدورنا كجلدية والامراض بتاعتنا بيبقى المؤثر الرئيسي فيها هي هرمون الاستروجن لكن الامراض التانية بتبقى نسا اكتر طيب هل حضرتك ذكرت من وجهة نظر او من ناحية واحدة وهي ناحية الهرمونات وافرازها هل اقل او الاكتر لكن هل فيه نوع اكلات معينة يسبب لي اتراف في الهرمونات؟ طبعا ودايما بنيديها في النصائح نقول الاكلات الحميدة الاول اللي بتحسن عشان تثبت في دماغ الناس قبل الاكلات اللي بتبوز يعني ممكن نقول الاكلات الحلوة الاول لو انا بروح ناحية الحاجات اللي مثلا الخضروات زي الخضروات الصليبية مثلا زي الارنبيت البروكلي الحاجات دي بتقلل هرمون الاستروجن بتقلل الاصابة بالاورام دي وخصوصا لو هم عاملينها بطريقة صحية زي مثلا الزيوت الكويسة زي زيت الزتون وزيت اللوز لو انا باكل في الاكل بتاعي اسماك اكتر الاسماك هتحفز ويتامين دي اللي هو بدوره هيديني نتيجة احسن كمان في حاجة كده حديثة اسمها ودي عبارة عن بكتيريا موجودة في المعدة حميدة لقوا انها حلوة وبتعمل لنا وقاية من امراض كتير جدا ولقوا ان في اكلات سهلة جدا زي التوم الزبادي اللوز الشفان الحاجات دي بتحسن فبالتالي انا دايما بنصح المريضة بتاعتينها تنزل في الوزن لو وزنها زايد وتحسن نوعية الاكل تروح ناحية الخضار والفاكهة اكتر تقلل الدهون المشبعة السكريات الكفايين الكتير استبدله بمشروبات مفيدة مثلا زي الشاي الاخضر اكلات هلسي اكتر خضار اكتر من الحاجات المقلية والدهون المشبعة دي لانها سيئة جدا كمان في ناس بتعمل برضو عادات غلط مش بس اكل يعني زي النوم اللي مش منتظم المسك الموبايل ساعات طويلة طول الليل الناس اللي ما بتلعبش رياضة خالص هيبدأ يحصل كل الاعراض مع بعض زيادة في الوزن حاجة اسمها مقاومة انسولين هيبدأ يحصل تجمع للسكريات تعمل حاجة اسمها مقاومة انسولين تانية او انسولان لايك بروس فاكتور ده بيعمل حب شباب وهكزا دول الاكلات مفيدة لكن فيه لسه شقة اه اضارتوا نقولنا اه دهون والكفايين اه دهون وشبعة والكفايين والسكريات والحاجات دي اوكي اه